بر الوالدين أهلا بكم أصدقائي لعلكم في شوق للالتقاء بسليم وأخته لمياء اليوم سنتعلم معهما معنا بر الوالدين فهيا بنا كالعادة نستكشف المعاني ونستخلص العبر تحيئة بينما كان الأب يتصفح جريدة إذ تطرق إلى سمعه صوت ابنته لمياء يردد أبي يا أبي حلوى المحية ضمني ضما قوية ضمني ما زلت طفلة يا أبي وهمس بني أنت كف من عبير تمسح الجرح الطري أنت كف من عبير تغرس الوردة النادي يا أبي قد زغت حبي لك لحنا عربية يا أبي حلوى المحية ضمني وهمس بني هرعى إليها مسرعا وقال ما شاء الله ما أجمل هذه المحفوظة عما تتحدث يا لمياء هتف سليم متحمسا إنها تتحدث عنك يا أبي أردفت لمياء قالت لنا المعلمة أنه يجب أن نحترم أبانا وأمنا لأنهما يحبان لنا الخير دائما ابتسم الأب وقال حسنا سأرى هل فهمتما الدرس أم لا قدم الأب بطاقات وصور وقال هذه مجموعة من الأنشطة والتمارين عليكم إنجازها النشاط الأول أضع كل بطاقة تحت الصورة المناسبة لها أحترم والدي أساعد أبي وأمي أدعو لهما أعاملهما بلطف أكلمهما بأدب الجواب أحترم والدي أكلمهما بأدب أدعو لهما أعاملهما بلطف أساعد أبي وأمي النشاط الثاني هذه أعمال يقوم بها الأبوان لمساعدة أبنائهم تجهز أمي طعامي تمهد فراشي تسهر على راحتي تنظف ملابسي يشتري لي أبي الملابس يحضر للطعام ينفق علي لأتعلم يعطيني النقود أذكر أعمال أخرى مستعينا بالمشاهد التالية الجواب تواسيني أمي وتهتم بي يرافقني أبي إلى المدرسة تقرأ لي قصصا وحكايات تساعدني في إنجاز واجباتي النشاط الثالث كيف أتصرف مع الوالدين ألون الموقف السليم أزعجهما بالصراخ وكثرة الطلبات كلما أردت شيئا أطلبه بأدب أسمع كلام أبي وأمي لا أرتب غرفتي ولا أحافظ على نظافة ملابسي الجواب أسمع كلام أبي وأمي كلما أردت شيئا أطلبه بأدب النشاط الرابع أقرأ الآية وأحفظها قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا المغزى يوصينا الله سبحانه وتعالى أن نحسن إلى والدينا ونعاملهما بلطف ونتأدب في الحديث معهما فلا نزعجهما بالصراخ ولا نقوم بأعمال تغضبهما نتذكر دائما فضلهما علينا فنعاملهما باحترام ونعتني بهما عند الكبر والعجز أو المرض أقرأ محبة الوالدين ما رضاء الله إلا في رضاء الوالدين ما بقاء الكون إلا بحنان الأبوين أبو الإنسان بعض الله أولى بالمحبة كل من يغضب أما أو أبا يغضب ربه فأحب أبويكم لتعيشوا سعداء وأبذلوا الروح في داهم تجدوا الخير جزاء والآن أصدقائي أعيدوا قراءة الآية عدة برات مع سريم وأخته لم ياء ولا تنسوا تلاوتها من حين لآخر وتذكروا أن ما رضاء الله إلا في رضاء الوالدين إلى اللقاء